اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة السادسة والاربعون اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيف اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الجزء السابع والعشرون من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية المذهب الطوسي لازال الحديث يتواصل في صور من كواليس مسرح الشهادة الثالثة بحسب المذهب الطوسي وهذا هو القسم الرابع تسلسلت في الحديث حتى وصلت إلى المبلغين واخترت نموذجين من مبلغي الحوزة الطوسية من مبلغي المذهب الطوسي الذين يحاربون الشهادة الثالثة بأسلوب شيطاني مقنع وبأسلوب إبليسي مشرعا حدثتكم عن الوائل ومر الكلام بخصوصه واتقلت إلى مبلغ معاصر إنه المبلغ الديني السستاني الطوسي رشيد الحسيني عرضت ما عرضت من سفاهته وجهله وجهالته في الحلقة الماضية بقيت بقية من الحديث لم أتمكن من إتمامها وبيانها لأن وقت الحلقة انتهى هناك فيديو للتبليغ الديني في الدول الأجنبية أشرفت على إنتاجه مؤسستان في النجث مؤسستان طوسيتان من المؤسسات التي تدور في فلك المرجعية السستانية الطوسية فيديو يتحدث فيه هذا المبلغ الديني السستاني الطوسي أعني رشيد الحسيني وقد ترجم حديثه إلى اللغة الإنجليزية ووضعوا علاماتهم على هذا الفيديو المؤسسة الأولى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي مركز دراسات تخصصية المؤسسة الثانية دار العلم هذه المؤسسة التي أنفقت عليها أموال طائلة أموال طائلة مؤسسة أجواد الخوئي هي في الحقيقة مؤسسة للارتباط التجسس في النجف أجواد الخوئي ومؤسسة الخوئي هنا في لندن عرضت عليكم في برامج السابقة الوثائق الرسمية الأكيدة والتي أخذناها من موقع ويكيليكس تلك الوثائق تثبت ارتباطهم وعلاقتهم بالمخابرات الأمريكية ولو كانت هذه الوثائق ليست صحيحة لكذبوا ذلك هذه الوثائق موجودة بإمكانكم أن تدخلوا على موقع ويكيليكس وهو موقع عالمي معروف حكومات دول تنتفع من وثائقه بإمكان أي شخص أن يدخل إلى هذا الموقع على هذا الموقع نشرت وثائق المخابرات الأمريكية التي تشير إلى ارتباط مؤسسة الخوئ في لندن بها وتتحدث عن أن إجواد الخوئ حفيد الخوئ هو مخبر يشتغل لديهم فينقل المعلومات عن الأوضاع في العراق عن أوضاع رجال الدين ورجال السياسة وكذلك عن إيران وقد عرضت الوثائق على هذه الشاشة في حلقات مختصة بهذا الموضوع من برنامج الخاتمة لإمكانكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات كي تطلعوا على التفاصيل الكاملة الحقيقية مؤسسة دار العلم هذه ينفق عليها أهسستاني أموال طائلة المؤسستان العظيمتان مؤسسة دار العلم ومركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي مؤسستان سيستانيتان طوسيتان أنتجتا للشيعة في مختلف دول العالم فيديو يتحدث فيه المبلغ الديني السستاني رشيد الحسيني حيث ينقل لهم ثقافة أهل البيت لأن ثقافة المذهب الطوسي هي ثقافة أهل البيت يحدثهم عن الأخلاق والآداب وفقا لرواياتي وأحاديث أهل البيت رجاء أعرضوا لنا المقطع الذي أشرت إلي إخواني إذا شخص أكرمك بشيء مو أحد جاب لي هدية طبيعي لي أكرمني إذا أنا إنسان كريم طبعا مو إنسان لئيم أكون ناس وأماء كل ما تنطي شنو مولانا على حال يردك بلؤم ولذلك في الرواية إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد لا لا الكريم إذا الإنسان أكرم كريما ماذا يرجو من الكريم أنا لا أدري في أي مصدر وجد هذا المبلغ الديني السستاني الطوسي وجد هذه الرواية هذا بيت شعر للمتنبه لاحظتم اللوغو في بداية هذا المقطع الفيديو طويل نحن أخذنا منه مقطعا اللوغو لمركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي والعلامة اللوغو الصغيرة في أعلى الفيديو هذه لمؤسسة دار العلم أي علم منها هذا العلم منين يطلع من فوق من جوه من يام هذا يطلع هذا ديوان أبي الطيب المتنبي هذه النسخة بتصحيح وتعليق الدكتور عبدالوهاب عزام الطبعة الأولى من شورات الشريف الرضي قموا المقدسة صفحة 294 قصيدة معروفة مشورة للمتنبي يهنئ فيها سيف الدولة الحمداني بالعيد بعيد الأضحى لكل مرئ مطلع القصيدة لكل مرئ من دهره ما تعود وعادات سيف الدولة الطعن في العدى قصيدة طويلة إلى أن يقول المتنبي وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة مرد إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة مرد ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى هذه معاجز المتنبي الأدبية يقولون عنها إنها من معجزات المتنبي الشعرية إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد هذا بيت معروف للمتنبي وقد سار مسار الأمثال على الألسنة يضرب به المثل ما هو برواية إذن أين النجف مدينة العلماء مدينة السفاء فما هذه السفاهة وهذا الافتراء على الأئمة صلوات الله عليه أنا لا أستطيع أن أعرض عليكم كل شيء هذه نماذج عرضت لكم من مبلغكم الوائل نماذج من سفاهته وهذه نماذج من سفاهة مبلغكم الثاني رشيد الحسيني قلت لكم في الحلقة الماضية إذا ما أثبت من أنه إزمال أتحدث عن رشيد الحسيني إزمال مكعب أس ثلاثة أحلفكم بالزهراء وبصقوا على وجهي في الشاشة وبعد لا اتابعون البرامج لا تنظر إلى أي شيء يقدم في هذه القناة أعتقد أنني عرضت ما عرضت من الشواهد التي تثبت هذه الحقيقة في الحلقة الماضية وهذا شاهد آخر أعيد لنا بث الفيديو إخواني إذا شخص أكرمك بشيء مو أحجاب لهدية طبيعي اللي أكرمني إذا أنا إنسان كريم طبعاً مو إنسان لعيم أكون ناس بأماء كل ما تنطي شنو مولانا على حال يردك بلؤم ولذلك في الرواية إنه إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد لا لا الكريم إذا الإنسان أكرم كريماً ماذا يرجو من الكريم هذه رواية من روايات انهيئة من لبن هؤلاء هكذا يحلمونك صدقوني يا شيعة وحق العباس ذول الخطبة وأصحاب العماء هذا من أحسن ما عدهم إذا يلتقون بي يتعاملون ويا على أساس أنه أستاذهم من أساتذة الحوزة رشيد الحسين ذولهم وأساتذة الحوزة خرطي بخرط مجموعة من السفهاء والمضارط هذا هو الوق أنتم تتعلمون دينكم من ذوله وذوله متعلمين عند المراجع وواحد أضرط من الثاني هذه هي الحقيقة الكاملة المقشرة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع لقطات منوعة في سياق صور كواليس مسرح الشهادة الثالثة كل ذلك قطعا بحسب المذهب الطوسي الوسخ جواند الخوئي وصلنا إليه فما كان من فيديو عرضته بين أيديكم قبل قليل هو نتاج من مؤسسته التي عنوانها دار العلم هذا هو العلم هكذا العلم وإلا فلا وهكذا العلماء وهكذا المبلغون وإلا فلا وهكذا الشيعة الثولان الذين ينتفعون من علوم هؤلاء العلماء وإلا فلا جواند الخوئي في برنامج المشهد مع الإعلامية اللبنانية جزيل خوري يتحدث عن العلاقة والرابطة المعنوية فيما بين الخوئي والطوسي عبر لسان جده الخوئي نشاهد معا سيد جواد فيما بعد يعني بقي والدك بقي موجود يعني فينا نقول عمل نوع من عقد اتفاق بينه وبين نظام صدام حسين بأنه يهتم بالحوزة العيبية وصدام حسين موجود هذه الفترة إذا عم نحكي من ال91 لل94 كيف كان الجو في البيت كيف كان كيف صار الاتفاق مع صدام حسين أولا هو لم يكن اتفاقا بقدر أنه أمر واقع لأنه الجد الراح لإمام الخوئي ومن ثم والدي أسيد محمد تقي كان همهم الأول والآخر حفظ حوزة النجف كان يقول السيد الخوئي لن أخرج من العراق أسسها الطوسي ويقولون إنها هدمت زمن الخوئي أبقى إلى آخر لحظة وإلى آخر نفس قضية الحفاظ على حوزة النجف ورسالة النجف كانت قضية مقدسة لا يتنازلون عنها ويتحملون كل الصعاب رسالة من مقدسة التقديس واضح من ارتباط مؤسسة الخوئي وارتباط جواد الخوئي بالمخابرات المركزية وبالوثائق بالوثائق التقديس يبدأ من هنا وينتهي هنا لا أريد أن أعلق كثيرا على هذا الهراء وهذه الأكاذيب التي يضحكون بها على الشيعة الشيعة مضحكة ومسخرة منذ الطوسي وإلى الخوئي وإلى أسستاني إلى هذه اللحظة كمال الحيدري هو أيضا جزء من المذهب الطوسي مثل ما قلت لكم ابن إدريس الذي يعترض على الطوسي هو على المذهب الطوسي أيضا وكمال الحيدري هو الآخر على المذهب الطوسي نشاهد ونستمع أنا كل دعوتي كل مشروعي أعزائي كل النهضة التي أدعو إليه لابد أن نرجع إلى أي عصر ها إلى ذلك العصر العصر الذهبي لمدرسة أهل البيت البعض يتصور أنا عندما نقدت الشيخ الطوسي أو المرتضى كان أريد أن أقول بأنه لا 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 أبدا أنا أعتبر ذاك العصر الذهبي ولكن أقول لماذا توقف عندنا هذا العصر لماذا لماذا إن فصلنا عن ذلك العصر وهو العصر ماذا العصر الذهبي لمدرسة أهل البيت رجاء رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من المطالب التي جاءت في هذا الفيديو لأن كمال الحيدري يتحدث بسرعة أنا هذا العصر لماذا لماذا إن فصلنا عن ذلك العصر وهو العصر ماذا العصر الذهبي لمدرسة أهل البيت هذا الكلام الذي يبث في الإعلام أما كلام الحقيقة فإنه يعرض بين أيديكم عبر الوثيقة الطوسية وهي من جملة وثائق حقيقة كمال الحيدري مع الوثيقة الطوسية الحديثية أقلها من تفسير طبعا واضح هذا تمام الكلام في جنوب في تفسيره إن شاء الله يوم السبب شوية في فقه شوية في وصوله شوية في رجاله حتى يبترح من هو شيء وطعي الحمد محبوك 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 مرائب يجي هذا شوية هذا نخليها إن شاء الله هذه البحث الأخير 20 دقيقة تحت عنوان أثر معتزلة في تفسير التبياء للطوط محبوك 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 هذا اللي أبو يزخف منه يزخف منه يزخف منه يزخف منه شوهون ليش إن هذا عنده رسمية وذلك شنو بالحاشي هذا عنده رسمية عنده فلوس عنده إمكانات عنده إعلام فأمثال ابن الجنيف شيش دولون وطمغة طمغة قياس شنو لا أعمل أخلص الإطلاق هذا الحشي الصدو رجاء أعيد بث الوثيقة تفسير طبعا واضح هذا تمام لكلامي في جنو في تفسيره إن شاء الله يوم السبت شوية في فقه شوية في أصوله شوية في رجاله حتى يبترح من هو شيء وطاعة أولا وحما والحمد محمد أحب أحبكم وحزن برائبة إليانة شكرا ونضع هذه البحث الأخير في 20 دقيقة تحت عنوان أثر المعتزلة في تفسير التبياني للطول هذا اللي أبو يصحف منه يصحف منه شو هون؟ ليش؟ هذا عنده رسمية وذاك شنو؟ بالحاشي هذا عنده رسمية، عنده فلوس عنده إمكانات، عنده إعلام فأمثال ابن الجنيس يزولون وطمغ طمغ القياس وشنو؟ يعمل خلص إطلاع من دون تعليق الأمور واضحة واضحة جداً أذهب بكم إلى مرجع معاصر من المراجع الذين دفع بهم السيستاني إلى الواجهة الإيرواني باقر الإيرواني رجاءً اعرضوا لنا الوثيقة الخمطية إنه يعلم طلاب حوزة النجف على الخمط مجهول المالك فخمطوه خمطة يا أهل طوسي سهاي همات ماذا؟ فرد فائد احتاجة بينات لا تحتوها فرد مرة للناس مجهول المالك راعد ياه الذي افتهمت شلون يولا مجهول المالك الذي تحدث عنه بالإجمال يتحدث عن شروط في عقود المعاملات ذكرها مرتضى العنصاري في كتابه المكاسب من جملتها ألا يكون الشرط مستلزماً لأمر محال أنا لا أريد أن أتناول المطلب الحوزوي هذا لا شأن لي به لكن باخر الإيرواني يقول كيف تنبه مرتضى العنصاري إلى هذا الأمر من أن يكون الشرط ليس مستلزماً لأمر محال يقول مثل هذا لا يخطر على ذهن الفقه ثم يعلق يقول هذا الكلام أخذه الأنصاري من العلامة الحل لأن الأنصاري يعتمد اعتماداً كثيراً على كتاب تذكرة الفقهاء وهو كتاب مشهور معروف للعلامة الحل ثم يقول من أن العلامة الحل اعتمد في تأليف كتبه على كتب المخالف فهذا الكلام جاء به العلامة من كتب المخالف وبعد ذلك ينصح تلاميذه يقول هذا الكلام خلوا بيناتنا لا تطلعوا برا إذا هو ما بيشي ليشي خلوا بيناتهم وبيناتكم يبقى هذه لقطة تحدث عن الذي أحدثكم عنه الحوزة الحوزة الطوسية في واد ودين العترة الطاهرة في واد علماء الحوزة الطوسية في واد الشيعة في واد آخر يضحكون عليهم ذول كلاوشية كلاوشية بتمام معنى الكلمة مثل ما يقولهم الخمط وطريقة الخمط المشرعنة خلوها بيناتنا لا تقولون للناس أخمطوا بحسب نظريتي مجهول المالك أخمطوا براحتكم بس لا تقولون للناس والكلام هو هو تعلموا علم النواصب بس خلوا الحج بيناتنا بيناتنا هذه لقطة صغيرة العكاية أكبر من ذلك الإيرواني نفسه هو لا يدري أن كل كلامه من النواصب على أساس هنا هو صغير علامة وذكي ومكتشف هذا الاكتشاف وما يدري كل الموجود بالحوزة من قذارات النواصب من أول كتاب عندهم إلى آخر كتاب عندهم رجاءً اعرضوا لنا الفيديو هناك تساؤل قد يخطر إلى الذهن وهو أن الشيخ قدس الله روحه الشريف الشيخ الأعظم كيف التفت إلى هذا الشرط؟ يعني أن لا يكون مستلزماً ذهنه كيف انتقله؟ الانتقال، انتقال الذهن إلى اعتبار أن لا يكون الشرط مخالفاً للكتاب والسنة شيء وجه، هذا بسيط ينتقل الذهن إلى أن يكون مقدوراً هذا أيضاً وهكذا الشروط الأخرى التي ذكرت أما أن لا يكون مستلزماً لمحال هذا الذهن كيف ينتقل إليه؟ كيف الشيخ الأعظم ينتقل الذهنه؟ هو طبيعي، ذهن الشيخ الأعظم وقعت هذا ما ذي كلام لكننا نريد أن نرى كيف ينتقل حتى نحن نتعلم الذهن، دعونا ننتقل إلى مثل هذا، لماذا لا ينتقل؟ أنا أحتمل أنا أحتمل غير مسألة التزديد الرباني، ذاك هو فوق الكل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا جميعاً هذه دائماً أطلب التزديد والتوفيق الرباني، الاجتفاتات هذه توفيقات ربانية الشيء الذي أحتمله أن العلامة أن الشيخ قدس الله روحه الشريفة حينما كتب المكاسب كانت عنده جملة من الكتب طبيعي هذا الكتاب يحتاج مكاسب جملة من الكتب لكن واحد من الكتب الأساسية التي كانت أمامه التذكرة تذكرة العلامة لأن أنت لاحظ الذي عنده شغل ويأبه في المكاسب، مضاحفتين، تدريسين، على أي حال لاحظ على أنه يكثر الشيخ الأعظم النقل بنياً من التذكرة، هذا فرد شيء واضح لكن هذا يحتاج أن تكون تلاحظ وتتابع هذه القضية هذا الكتاب كان عنده موجوداً حين كتابة المكاسب هناك كتب لدي الشيخ الأعظم أساسية في كتاب المكاسب حينما كتبه أكو كتب غير أساسي الجواهر ينقل عنه لكن ليس من الكتب الأساسية أما هذه التذكرة هي من الكتب الأساسية وهذا الشرط، هذا الأمر موجود في من؟ في التذكرة يبقى التساؤل يكرر نفسه العلامة من أين التفت؟ العلامة هم ذهنه وقعت، بس شلون واحد يلتفت؟ إلى مثل هذه الأموم العلامة كان عنده مكتبة سيارة مكتبة سيارة؟ ماذا هو مكتبة سيارة؟ ماذا؟ كان يسافر، العلامة سفرات كان يسافر وتدري سفرهم يجر فأترى أبوه مثل سفرنا، منا ينتقل اليوم، كل شيء يوم والآن ساعة صاير بعد، كل شيء، أما أول السفر كان فمعه مكتبة سيارة، وتلك المكتبة تحتوي على كتب العام، الكثير الكثير منها ولا أستبعد أنه هذا بأخوذ منياً من كلمات العام سيشلون ذكره، هذا أمر ثاني، فبقصودي إذا واحد إلى خلق يتابعها، بس مو مهمة هذه القضية أنا ضدت ألفة نظر إلى هذا الشيء، أن العلامة، أن الشيخ الأعظم لما ألف كتابه المكاسب في داره، بالقرب من طاقة علي أغا وتعرف طاقة علي أغا بعدوياً؟ أنت مونج فيه، فما تعرف طاقة، هذا طاقة علي أغا ترى من أحد الأمور الأثرية معنى أسف الآن قاعد يتهدم هذا همات أيضاً، بيته بالقرب من ذهن ذلك المكان على ما ينقل شيخ محمد حرز الدين رضوان الله تعالى عليه في كتابه معارف الرجال يقول فريد يوم معانا قاعد أمشي، متوجه إلى طاقة علي أغا وإذا رأيت الشيخ رضوان الله عليه يأتي من طاقة علي أغا على أي حال، الذي يعرف بيت سيد رضي المرعشي رحمة الله عليه تقريباً مقابل إلي، ولكن ليس مقابلة تامة، أكو داران، واحد من الدارين هو دار الشيخ الدولان همات بيه، هو دار الشيخ الأعظم قدس الله روحه فأرجع إلى صلب الموضوع أنه الشيخ كان أمامه، التذكرة ليس بعيد هذا الشرط، أخذه من التذكرة، وهو ينقل عن التذكرة، وهو يقول هذا من التذكرة زين، أرجع إلى صلب الموضوع، هاي كانت جملة معترضة، لسجلها همات وبعدين خافت النشر فرد مرمو صحيح، مثل هذه الأمور تنشر على أي حال، وإنما تبقى بين نافذ أشياء نعرفها هذا التستر على الفكر الناصبي، مع أن كل فكرهم ناصبي، لكنهم لا يعرفون ذلك هؤلاء لا هم فقهاء ولا بطيخ، لا يعرفون أن الذي عندهم قد جلبه الطوسي وأشباه الطوسي لهم من قذارات نواصبي سقيفة بني ساعدة كان يتحدث فيقول بالنسبة لموضوع التجديد الرباني، يقول هذا الأمر مفروغ منه إذا كان هناك من تسديد رباني لمرتضى الأنصار أو غيره، أو لك وللبقية من أصحاب العمائم، إذن لماذا تكرعون في قذارات النواصب؟ هل التسديد الرباني هو الذي يسددكم إلى هذا؟ ذكر أمراً يبدو أنه يجهله حينما قال من أن العلامة الحل عنده مكتبة سيارة فسأله أحد التلاميذ ما المقصود من المكتبة السيارة؟ فقال له من أنهم كانوا يسافرون أسفاراً طويلة أنا أقول لشيخ باقر الإخرواني العلامة لم يكن كثير السفار هذا أولاً سافر مرة واحدة إلى الحج، إلى مكة، في آخر أيام حياته، في السنوات الأخيرة من حياته ومن مرجعيته العلامة الحل توفي سنة 726 للهجرة وكان يذهب إلى كربلاء وكربلاء ما هي ببعيدة عن الحلة؟ كربلاء قريبة من الحلة فهو لا يأخذ مكتبة سيارة معه إلى كربلاء ولا أعتقد أنه أخذ معه مكتبة سيارة إلى الحج، إلى مكة فسفر الحج له اهتماماته، له خصوصيته، له مشاغله وشواغله في الحقيقة العلامة الحل كانت عنده حوزة سيارة وجزء من الحوزة السيارة هناك مكتبة سيارة حينما توثقت علاقة العلامة الحل بالحاكم المغولي، السلطان المغولي آنذاك خدابندة، يعني عبد الله خدابندة كلمة مصطلح فارسي يعني عبد الله المغولو صاروا مسلمين بتقدم الزمان لكنهم كانوا سنة على المذاهب الأربع حكاية لخدابندة خدابندة بخصوص تطليق زوجته تدخل العلامة الحل في إرجاعها فصار خدابندة شيعياً وفقاً لتشيع العلامة الحل العلامة الحل على المذهب الطوسي فطلب منه خدابندة أن يكون في حاشيته العلامة اعتذر وقال من أنه مشغول بالدرس والتدريس فقال له السلطان المغولي إننا سنصنع لك مدرسة متنقلة وفعلاً صنعوا له مدرسة متنقلة لأن السلطان المغولي كان يسافر وينتقل من مكان إلى آخر عدة مرات خلال السنة فصنعوا الفساطيط والخيام الخاصة بهذه المدرسة وأيضاً هيئوا مكتبة سيارة تنقل على النياق والأباعر الدولة المغولية سنية الكتب المتوفرة عندهم كتب سنية من كتب المخالفين فصنعوا له مكتبة من كتب المخالفين المعلومة التي قالها الإرواني صحيحة من أن أكثر كتب تلك المكتبة كانت من كتب النواصب ولذا فإن كتب العلامة الحل مشعونة بالفكر الناصبي أساساً هو فكره طوسي ناصبي العلامة الحل يمثل العكاساً لفكر ثلاثة من علماء الشيعة الذين يقالوا لهم شيعة ابن الجنيد البغدادي ابن الجنيد البغدادي الذي تعرفه الشيعة بأبي حنيفة الشيعة هذا هو أبو حنيفة عند الشيعة ابن الجنيد المرتضى والمرتضى أيضاً من المتأثرين بشكل واضح بابن الجنيد والطوس أستاذه المحقق الحل الذي هو خاله خال العلامة وأستاذه كان طوسياً إلى النخاء الذين يتصورون أنه يختلف عن الطوس لا يفقهون الحقيقة المحقق الحل هو طوسي المضمون لكنه يختلف عن الطوسي في الشكل لماذا؟ لأن المحقق الحلية كان عربياً وكان شاعراً وأديباً من عين بلاغي واضح في كل كتبه المحقق الحل أخذ المذهب الطوسي بشكل كامل لكن صاغه بصياغة جديدة المحقق الحل طوسي المضمون لكنه يختلف في الشكل في التصميم الخارجي عن الذي كان عليه الطوسي العلامة الحل تأثر بأستاذه المحقق الحل وهو طوسي وتأثر بالطوسي وعاد إلى المرتضى الذي هو أستاذ الطوسي أيضاً وعاد إلى ابن الجنيد وهؤلاء كلهم يكرعون ويشربون ويغطسون في العيون القذرة الكدرة وأضاف إلى ذلك ما أضافه من الفكر الناصبي وأكثر كتبه أُلِّفت في هذه الفترة لقد بقي مع السلطان المغولي أتعلمون ماذا قالوا عنه السنة بعد أن تشي هو خدابند عبد الله هذا لقبه اسمه المغولي غازان غازان خان ولكنه يلقب ويسمى بخدابند هذا اسمه القديم غازان بعد أن صار شيعياً السنة من علمائهم البعض منهم أسموه خرابند أي أنه عبد الخرى خرابند والبعض منهم أسماه خربند خر يعني حمار فهو عبد الحمار العلامة العلامة الحل صاحبه من سنة سبعمية واثنياً للهجرة إلى أن توفي السلطان المغولي خدابند سنة سبعمية وستعاش للهجرة فعاد بعدها إلى الحلة واستقر في الحلة إلى آخر عمره حيث توفي سنة سبعمية وستة وعشرين للهجرة في أواخر عمره سافر إلى مكة سافر إلى الحج وكان بين الفينة والأخرى يذهب إلى كربلاء لزيارة الحسين هذه الكلمة المشهورة التي نقلها ولده فخر المحققين الذي يلقب بهذا اللقب فإنه رأى والده بعد موته فقال له حينما سأله ولده عن حاله قال يا ولدي لولا زيارة الحسين وكتاب الألفين وما هو بكتاب مهم كتاب الألفين كتاب ألفه في أن جمع ألف دليل لإثبات ولاية أمير المؤمنين وألف دليل لإبطال خلافة خلفاء خلفاء السقيفة الكتاب الموجود بين أيدينا ناقص عن هذا الوصف على أي حال وما هو بكتاب مهم لكن الحكمة هنا من أن كتب العلامة لا قيمة لها فقال له يا ولدي لولا زيارة الحسين وكتاب الألفين لقصمت لقصمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين إذا كانت الفتاوى وفقا لمنهج العترة كيف تقصم ظهر العلامة الحل قد يقول قائل هذه رؤيا وما هي بحجة لكننا إذا أردنا أن نطبقها على أرض الواقع سنجد الحقيقة واضحة أمام أعيننا العلامة الحل هو الذي ثبت أركان المذهب الطوسي القدر وما هي أستاذ من أساتذة النجف يحدث تلاميذه عن جزئية عن لقطة بسيطة ومع ذلك يطلب منهم أن لا يتحدث بها وأن لا تظهر إلى العلن مثلما حدثهم عن مجهول المالك رجاء أعيد بث الوثيقة الخمطية سهايهم مات ماذا فرد فائد أحتاج بيننا التي تحتوها فرد مرة للنعاس مجهول المالك رجاء ياه الذي افتح متشلون يا لا هذا هو واقع الحوزة الطوسية القذرة في النجا لقطات أمير المؤمنين يقول ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان فما في جنان هذه الحوزة يظهر في هذه الفلتات في الفلتات الخوئية في الفلتات الكمالية الحيدرية أو في الفلتات الإيروانية أو في غير ذلك نذهب إلى فاصل سيبولي القلب دسمع يا حيادر بسم الله ورسول هاك خذ العهد سيبولي القلب اشتركوا في القناة باري الباري من كون العادم واجعل بهالكون عاية اخر جبرائيل قبضا من الفراب بضي هداية واعجنى بماي الولاية وبيت مختص الولاية عادم من الحكم انولد وحنا على ذاك العهد نمشي بعقيدة ومعتقد من المبدأ للنهاية من المبدأ للنهاية حبك يا علي يجبكي عملنا بين دارك ويحقق عملنا بيتم الله ورسولك حبك يا علي يجبكي عملنا بين دارك ويحقق عملنا بيتم الله ورسولك وحيا نبتنا يا جميعنا ورسولك بيتم الله بيتم الله شيء يقول البلط يقولي جاله وبدأسمح بيتم الله اشتركوا في القناة صار عندكم الآن الوائلي رشيد الحسيني الخوئي كمال الحيدري الإيرواني وأنا معهم أيضا عبد الحليم الغز هذه مجموعة بين أيديكم قطعا معهم العلامة الحل ومرتضى الأنصار والبقية هذه الآية وهي الخامسة بعد البسملة من سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار كمثل الحمار يحمل أسفار الأمر راجع إليكم طبقوها على أي واحد من هذه المجموعة أي واحد من هذه المجموعة يكون مصداقا من مصاديق هذه الآية وأي واحد من هذه المجموعة لا يكون مصداقا من مصاديق هذه الآية نحن عندنا صنفان من رجال الدين هناك رجل الدين الإنسان وهناك رجل الدين الحمار هذه الآية تتحدث عن رجل الدين الحمار الذي لا تنطبق عليه هذه الآية فهو رجل الدين الإنسان صنفوا هؤلاء صنفوا هذه الأسماء التي عرضتها بين أيديكم من من هؤلاء ينطبق عليه عنوان رجل الدين الإنسان ومن من هؤلاء ينطبق عليه رجل الدين الحمار هذا أمر راجع إليكم لإمكانكم أن تحكموا وبإنصاف وأن تحترموا عقولكم أعتقد أنني عرضت ما فيه الكفاية من صور أخذتها من كواليس مسرح الشهادة الثالثة بحسب المذهب الطوسي القذر مذهب قذر طفس بحسب أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها بقيت مسألة سأحاول الإجازة والاختصار بقدر ما أتمكن المسألة الباقية التي أراها ضرورية جدا وأرى من المفيد أن أبينها لكم تأريخ الشهادة الثالثة أريد أن أمر على تأريخ الشهادة الثالثة أنا لا أتحدث عن التأريخ الحقيقي التأريخ الحقيقي قطعا يبدأ من أول لحظة من أول آن من آنات هذا الوجود أقرأ عليكم وقرأت هذا عليكم في الحلقات الماضية من الكاف الشريف إنه الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثانية بعد الخمسمائة إنه الحديث الثامن بسند الكلين عن سنان بن طريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا ثلاثا من هنا يبدأ تأريخ الشهادة الثالثة وهنا الشهادة الثالثة جزء واجب من أجزاء الأذان فإن الله لم يقل لهذا المؤذن إذا ما أذنت بالشهادة الثالثة فعليك أن تأتي بها بعنوان عدم الجزئية كما يضرط مراجع الحوزة الطوسية في النجف هكذا يضرطون في كتبهم وهكذا تصدر فساواهم لنا ألا لعنة على فساواهم وعلى فتاواهم وعلى كتبهم ألا لعنة على هذا الذي يضرطون به من أفواههم كل البهائم تضرط من أدبارها إلى مراجع النجف إنهم المراجع العظام يضرطون من أفواههم حينما يصدرون لنا الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل صلواتنا ألا لعنة على صلواتهم ألا لعنة على مرجعياتهم ألا لعنة على فقههم وفساواهم ألا لعنة على رسائلهم العملية هذا هو أذان الله فإن الشهادة الثالثة جاءت فصلا من فصوله وجاءت جزءا واجبا من أجزائه تعريخ الشهادة الثالثة يبدأ من هنا هذا هو التعريخ الحقيقي لشهادة الثالثة لكنني لا أريد أن أحدثكم عن التعريخ الحقيقي إنما أحدثكم عن التعريخ البشري حيث عبث العابثون وحيث جار الجائرون وحيث ظل الضالون والمضللون ضلوا وأضلوا وأضلون وأضلوا الشيعة هكذا وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن أكثر وأكبر مراجع التخليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هكذا وصفهم من أنهم ضلوا وأضلوا وأضلوا الشيعة هذا هو واقع المذهب الطوسي الضال منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا حدثون الذين حدثوا عن كتاب سني هذا الكتاب هكذا قالوا لنا من أن عنوانه السلافة في أمر الخلافة السلافة في أمر الخلافة وقالوا من أن مؤلفه من علماء السنة عبد الله المراغي المصري وقالوا لنا من أنه من علماء القرن السابع الهجري هذه المعلومات يتناقلها من يتناقلها في الوسط الشيعي قالوا من أن الكتاب هذا يشتمل على روايتين وأورد هاتين الروايتين الرواية الأولى إن سلمان الفارس ذكر فيهما فيهما الضمير هنا يعود على الأذان والإقامة باعتبار أن الكلام هذا جاء في سياق موضوع في هذا الكتاب في كتاب السلافة في أمر الخلافة إن سلمان الفارس ذكر فيهما في الأذان والإقامة الشهادة بالولاية لعلي بعد الشهادة بالرسالة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله سمعت أمرا لم أسمع قبل ذلك يعني لم أسمع به لم أسمع مثله قبل ذلك فقال صلى الله عليه وآله ما هو فقال هذا الرجل سلمان قد يشهد في أذانه بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي فقال صلى الله عليه وآله سمعتم خيرا بحسب الرواية فإن أشياع علي زمان رسول الله كانوا في الأذان والإقامة يذكرون الشهادة الثالثة بحسب هذه الرواية بحسب هذا الخبر ورواية أخرى من الكتاب نفسه إن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إن أبا ذار يذكر في الأذان بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي ويقول أشهد أن علي ولي الله فقال صلى الله عليه وآله كذلك كذلك هو الأمر كذلك أَوَنَسِيْتُمْ قَوْلِي فِي غَدِيرِخُمْ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ هذا يعني أن الواقعة حدثت بعد بيعة الغدير مرحلة التأويل بدأت بعد بيعة الغدير هتاني الرواية هذاني الخبران هكذا قالوا لنا موجوداني في كتاب سني هو السلافة في أمر الخلافة لشيخ سني هو عبد الله المراغي المصري من علماء السنة في القرن السابع الهجري الذين نقلوا هذا الكلام نقلوه عن مرجع كبير في النجث عن محمد طاها نجث وكذلك عن ثقيه شيعي معروف إنه عبد النبي العراقي يعني العراكي من عراق العجن إنه إيراني عبد النبي العراقي الأراكي كان معاصرا لمرجعية أبو الحسن الإصفهان وآخرون قالوا وقالوا ونقلوا ما نقلوا بالنسبة لي لم أشاهد هذا الكتاب لم أرى عينا ولم أرى أثرا وحينما سألت ودققت قيل لي من أن نسخة من الكتاب في المكتبة الظاهرية في دمشق حاولت أن أصل إليها ما استطعت إلى ذلك سبيلا كلفت بعض المؤمنين أن يتلطف وأن يصل إلى المسؤولين هناك كي يسهل الأمر له وأنتم تعرفون كيف يكون التلطف في سوريا العراقيون يعرفون معنى التلطف في سوريا فتلطف بشكل جيد وفسحوا له المجال واطلع على جميع المخطوطات الموجودة في تلك المكتبة لكنه لم يعثر على شيء هذا الكلام كان في أواسط التسعينات ما بين أوائل التسعينات وأواسط التسعينات المسؤول الذي سمح له أن يطلع على جميع المخطوطات قال له بأن كثيرا من المخطوطات نقلت من هذه المكتبة المكتبة الظاهرية تجاور المسجد الأموية في دمشق وهي مكتبة معروفة أخبره بأن كثيرا من المخطوطات في الثمانينات جاء من جاء من علماء السنة ممن هو متنفذ في الدولة وأخذ الكثيرا من مخطوطات هذه المكتبة ولا يعلم أين أخذها على أي حال من نسبة لي بحثت عن هذا الكتاب لكنني لا وجدت عينا ولا وجدت أثرا وإنما نقلت هذه المعلومة لأنها موجودة في أوساطنا الشيعية ونتناخلها في كتبنا وفي مجالسنا وألفت أنظاركم إلى أن لحن الكلام في هاتين الروايتين ما هو باللحن القديم إنه لحن معاصر إلا إذا أريد من أن الذين نقلوا هذين الخبرين نقلوا الخبرين بالمعنى بالمضمون أو ربما تبدل النص عبر النقل من خلال تعدد الأشخاص في الوسط الشيعي ما بين خطيب منبر وبين مدرس في درسه وبين متحدث لا يحسن العربية وهكذا حتى وصلت إلينا نذهب إلى فصل ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديد كمال الدين عمر ابن أحمد ابن أبي جرادة كتاب تاريخي من الكتب المتخصصة بتاريخ الشام وتحديدا بتاريخ حلب هذه النسخة حققها الدكتور سهيل زكار شخصية سورية علمية معروفة دار الفكر طبعة دار الفكر الجزء الثاني ابن أبي جرادة المؤلث متوفى سنة ستمية وستين للهجرة في الجزء الثاني صفحة تسعمية وثلاثة واربعين يؤرخ لأحمد بن عبد الله الذي خرج بالشام أيام العباسيين في أيام المكتفي بالله وكان ينتمي إلى الطالبيين لهذا السبب العباسيون أسسوا نقابة الطالبيين ما بين فترة وأخرى يثور ثائر منهم فأرادوا أن يتخلصوا من أذاهم فأسسوا لهم نقابة الطالبيين التي حدثتكم عنها على أي حال الموضوع هنا لا علاقة له بنقابة الطالبيين إنما أردت أن ألفت أنظاركم إلى أن العباسيين كانوا يعانون من ثورات الطالبيين في هذا المكان أو في ذاك في هذه السنة أو في تلك وهو المعروف بصاحب الخال وقتل بالدكة في سنة إحدى وتسعين ومئتين فهذا أحمد ابن عبد الله الطالبي الذي خرج ثائرا في وجه العباسيين إنه صاحب الخال قتل سنة ميتين وواحد وتسعين وقتل بالدكة في سنة إحدى وتسعين ومئتين نحن لازلنا في عصر الغيبة الأولى الغيبة الأولى متى انتهت في النصف من شعبان سنة ثلاثمية أو تسعة وعشرين للهجرة متى دخل البويهيون إلى بغداد في الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة ثلاثمية وأربعة وثلاثين للهجرة صاحب الثورة هذا متى قتل ميتين وواحد وتسعين نحن لازلنا في الغيبة الأولى البويهيون لا وجود لهم في العراق لم يبدأ تأريخهم هذا الرجل ثار بالشام وقتل سنة ميتين واحد وتسعين ماذا يقول ابن العديد ابن أبي جراد في تأريخه صفحة تسعمية وأربعة وأربعين أمرهم أن يصلوا الجمعة أربع ركعات فربما كان يعتقد أن صلاة الجمعة لا تقام في ذلك الزمان وإنما استبدلها بصلاة الظهر أنا لا أريد أن أناقش ماذا فعل هذا الطالب أو ماذا لم يفعل لا علاقة لي بهذا الموضوع وأمرهم أن يصلوا الجمعة أو الجمعة أربع ركعات وأن يخطبوا بعد الظهر ويكون أذانهم أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي المؤمنين حي على خير العمل إلى آخر الكلام هل كان الأذان بهذه الصيغة أشهد أن علي ولي المؤمنين أم أشهد أن علي ولي الله ليس مهما كل الذي أريد أن أشير إلي من أن الشهادة الثالثة كانت معروفة في الوسط الشيعي وفي الوسط الطالبي ونحن نتحدث عن تأريخ يسبق 291 لأنه قتل في 291 ثورته كانت قبل هذا التأريخ فنحن في زمان الغيبة الأولى البويهيون لم يأتوا إلى العراق تأريخ تأريخهم في العراق لم يبدأ أقول هذا الكلام حتى لا يتصور المتصورون من أن البويهيين هم الذين اخترعوا الشهادة الثالثة في الأذان وابتدعوها هذا أمر كان معروفا عند الشيعيين وعند الطالبيين لكنه كان بنحو سري متى ما فسح لهم المجال ظهر إلى العلن وهذا هو الذي جرى في العراق زمان البويهيين وهذه الحكاية تحكي عن بلاد الشام عن بلاد الشام الشهادة الثالثة كانت موجودة في الأذان والإقامة عند الشيعة لكنه لم يكن ذلك علنيا هذه قرائن ونحن لا نمتلك كل المعطيات هذا معطا من المعطيات التقريبية نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر للمشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر روز شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 نشوار المحاضرة حدثتكم عن هذا الكتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي أبي علي المحسني ابن علي التنوخي المتوفى سنة 384 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني من الطبعة التي حققها عبود الشالشي المحامي صفحة 133 تحت هذا العنوان أذان رجل من القطيعة لقد نقل القاضي التنوخي عن أبي الفرج الإصبهاني الإصفهاني وأبو الفرج متوفى سنة 356 للهجرة وكان في بغداد القاضي التنوخي في بغداد أبو الفرج الإصفهاني في بغداد أما القطيعة فقد حدثتكم عنها إنها منطقة الكاظمية هذه قطيعة أم جعفر إنها قطيعة زبيدة قطيعة زبيدة زبيدة التي هي زوجة هارون فتسمى هذه المنطقة بقطيعة أم جعفر لأنها كانت تمتلك أرضها وهي الكاظمية اليوم في المشهد الكاظمي ارتفع الأذان بالشهادة الثالثة بعد أن وصل البويهيون إلى بغداد أبو الفرج الإصفهاني الذي توفي سنة 356 للهجرة قطعا هذه الحادثة قبل هذا التأريخ فإنه سمع رجلا من الكاظمية يؤذن ويقول في أذانه أشهد أن علي ولي الله محمد وعلي خير البشر فمن أبى فقد كفر ومن رضي فقد شكر فهذا الأذان سمعه أبو الفرج الإصفهاني من رجل من القطيعة من الكاظمية تلاحظون أن الأزمنة متواصلة فقبل قليل قرأت عليكم من تأريخ ابن العديم من أن الواقعة حدثت في نهايات القرن الثالث الهجري لأن صاحب الخال الذي هو صاحب الثورة قتل سنة 291 للهجرة البويهيون دخلوا بغداد 334 للهجرة أبو الفرج الإصفهاني الذي ينقل هذه الواقعة توفي سنة 356 للهجرة مؤلف الكتاب توفي سنة 384 للهجرة لكنها متى منعت منعت سنة 447 للهجرة تعاون فيما بين العباسيين والسلاجقة والطوسي والطوسيين عباسيون سلجوقيون وطوسيون هؤلاء هم الذين قضوا على الشهادة الثالثة متى أصدر طغر الباك السلطان السلجوقي أمره بمنع الأذان الشيعي في المشهد الكاظمي وفي سائر المساجد الشيعية في بغداد وفي العراق كله وفي الدولة العباسية كلها سنة أربعمية وسبعة وأربعين متى منع الطوسي الشهادة الثالثة في النجف بحسب فتاواه سنة أربعمية وثمانية وأربعين حينما أسس حوزته المشؤومة النجسة والتي لا زال شؤمها ولا زالت نجاستها تهيمن على عقولنا وقلوبنا إلى هذه اللحظة عبر المراجع الطوسيين المخذولين السفهاء هذا هو الواقع من دون رتوش وهذا هو الحق من دون مجاملات هذه هي الحقائق الواضحة في التاريخ الماضي وفي الزمن الحاضر رحلة ابن بطوطة أتعلمون أن ابن بطوطة أساسا اسمه ابن فطومة وابن فطومة ولكنهم في المغرب غيروا اسمه فصار ابن بطوطة في الأصل هو ابن فطومة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار الجزء الأول طبعة مؤسسة الرسالة صفحة 305 الرقم الثامن يحدثنا عن سفره إلى مدينة القطيف التي هي القطيف في أيامنا وكيف أن أهلها كانوا من رافضة الغلات كما يصفهم هو الرجل السني ناصبي أتحدث عن ابن بطوطة ينقل لنا من أنهم كانوا يؤذنون أشهد أن علي ولي الله وأنهم يقولون كذلك في آخر أذانهم محمد وعلي خير البشار من خالفهما فقد كفر هذا الكتاب اكتمل في شهر صفر سنة سبعمية أو سبعة وخمسين للهجرة وقد قرأت ذلك عليكم من نهاية الجزء الثاني تمت كتابة الكتاب في شهر صفر سنة سبعمية أو سبعة وخمسين للهجرة من خلال القرائن هو لم يذكر تأريخا محددا لزيارته مدينة القطيف ولكن من خلال ما تقدم من القرائن فإن تأريخ سفرته إما سبعمية واحد وثلاثين للهجرة أو سبعمية واثنين وثلاثين للهجرة بقيت الشهادة الثالثة يؤذن بها إلى هذا التأريخ لأن القطيف كانت بعيدة عن العباسيين بعيدة عن السلجوقيين بعيدة عن سلطة الطوسيين ألا لعنة على المذهب الطوسي القدر ماذا فعل بنا وماذا فعل بنا الطوسيون وماذا يفعلون بنا الآن لما تأسست الدولة الصفوية في بداية أمرها كانت سنية لأن الصفويين كانوا من الصوفيين السنة قيل لهم صفويون نسبة إلى جدهم صفي الدين كما كان معروفا من أنه من نسل موسى بن جعفا صلوات الله وسلامه عليه فجدهم فجدهم صفي الدين كانوا سنة صوفيين لما تأسست الدولة الصفوية في بداية أمرها تأسست دولة سنية ولكن من السنوات الأولى تحولت إلى دولة شيعية ولذا فرضوا الشهادة الثالثة في الأذان بشكل رسمي وقانوني وشرعي من هنا يقولون دائما من أن الصفويين هم الذين جاءوا بالشهادة الثالثة هذا جهل وغباء وقد يكون شيطنة لأجل أن يفرغ الشهادة الثالثة من قيمتها العقائدية أولا والشرعية ثانيا والتأريخية المتقدمة ثالثا أحسن التواريخ من الكتب التي أرخت للدولة الصفوية كتاب باللغة الفارسية للمؤرخ الصفوي الإيراني حسن روملو تأريخ معروف للدولة الصفوية وهو يتحدث عن وقائع سنة تسعمية أو سبعة للهجرة بدايات تأسيس الدولة الصفوية سنة تسعمية وخمسة يمكننا أن نجعل هذه السنة بداية تأسيس واضح للدولة الصفوية وإلا فإن الإرهاصات بدأت قبل ذلك لكن التأسيس صار تدريجيا على أي حال في أحداث سنة تسعمية وسبعة للهجرة حسن بيكر روملو توفي سنة تسعمية أو خمسة وثمانين للهجرة هو هنا يحدثنا عن وقائع سنة تسعمية وسبعة للهجرة فيشير إلى أن الأمر قد صدر بأن يكون الأذان الرسمي والشرعي للدولة الصفوية بالشهادة الثالثة الكلام الذي ذكره من أن الشهادة الثالثة منعت منذ خمسمية وثمانية وعشرين سنة وهذا الرقم ليس صحيحا هو يتحدث عن منعها من قبل طغر الباك لأنه يشير إلى طغر الباك ويشير إلى واقعة البساسير وكل هذا بحسب ما يحدث التاريخ تركز سنة أربعمية وسبعة وأربعين فيكون الرقم الصحيح منذ أربعمية وخمسين سنة ليس كما ذكر هنا منذ خمسمية وثمانية وعشرين سنة هذا حساب ليس دقيقا فهم هكذا كانوا يقولون يقولون من أن الشهادة الثالثة منعت في بلادنا في البلاد منذ أن قضى طغر الباك على البساسيري طغر الباك قضى على البساسيري سنة أربعمية وخمسين أربعمية وواحد وخمسين حيث كان الطوسي في النجف وجاء جيش السلاجقة ونهب الكوفة وقتل خلقا كثيرا من الناس لكن الطوسي ومن معه كانوا في مأمن بالضبط مثلما سفر صدام الشيعة والمعممين والحوزويين من النجف أما الخوئ ومن معه السستاني وأمثال السستاني بقوا في مأمن في السبعينات وفي الثمانينات الحكاية هي الحكاية والشيعة هم الشيعة مضحكة ومسخرة في ذلك الزمان وفي هذا الزمان إذن المدة الزمانية الصحيحة لا كما يقول حسن روملو 528 450 سنة من سنة 447 للهجرة إلى سنة 907 للهجرة حيث نشرت الدولة الصفوية الأذانة الشيعية بالشهادة الثالثة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وستمر الأمر إلى أيام القاجاريين حيث أرسل جعفر كاشف الغطاء رسالة إلى فتح علي شاه القاجاري يطلب من وبمساعدة الدولة العثمانية نزولا عند رغبة العثمانيين أن ترفع الشهادة الثالثة شيخ جعفر كان المرجع الأعلى كان المرجع الأكبر في النجاف ومن هنا طلب فتح علي شاه من الميرزا محمد الأخباري أن يكتب رسالة للرد على رسالة جعفر كاشف الغطاء وقد عرضت بين أيديكم في الحلقات الماضية صورة لنسخة من هذه الرسالة صورت على نسخة موجودة في مكتبة مجلس الشورى في طهران في الجمهورية الإسلامية الإيرانية شيخ جعفر كاشف الغطاء توفي سنة 1228 للهجرة الميرزا الأخباري قتل بفتوى موسى كاشف الغطاء إنه ولد شيخ جعفر شيخ جعفر حاول أن يقتل الميرزا الأخباري لكنه لم يستطع فأوكل الأمر إلى ولده موسى موسى الذي كان المرجع الأعلى في النجف أصدر الفتوى بقتل الميرزا الأخباري رضوان الله تعالى عليه ولعنة الله على قاتله ليس على قاتل واحد على كل قاتلي من مراجع النجف وكربلا والكاظمية لقد اتفقوا على قتل هذا الرجل لم يفعل شيئا لهم دعاهم دعاهم أن يتركوا المنهج الناصبي وأن يتمسكوا بمنهج العترة الطاهرة قتلوه وقتلوا ولده وقتلوا بعض أضيافه الذين كانوا في بيته حكاية طويلة يمكنكم أن تعودوا إلى تفاصيلها المؤلمة في العديد من برامج التي تحدثت عنها بالتفصيل نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة لأنها من شؤون علي يمكننا من خلالها أن نميز بين الناس لأن علي هو الميزان هو الفاروق الأعظم نستطيع أن نميز بين أولياء علي والذين هم ما هم بأوليائه هذا الشيخ الإحسائي الذي يصف بالغلو والرجل ليس كذلك ليس مغاليا أنا أصفه بالتقصير إنه يقصر ويقصر بحق فاطمة وسأعود إليه لكن الكثيرين يصفونه بالغلو الرجل ليس مغاليا الرجل بذل جهده لكنه فشل فشلا عقائديا واضحا حينما قصر وأساء إلى الصديقة الكبرى في كتبه من علائم خذلانه هو رفضه للشهادة الثالثة في الأذان والإقامة هذه رسالته العملية التي عنوانها مختصر الرسالة الحيدرية في فقه الصلاة اليومية رسالة رسالة من رسائله العملية الإحساء له أكثر من رسالة عملية له رسالة مفصلة وله رسائل موجزة هذه رسالة من رسائله العملية مختصر الرسالة الحيدرية في فقه الصلاة اليومية هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإحقاق للتحقيق والطباعة والنشر هذا هو الجزء السابع عشر من مجموعة تراث الإحساء وهو الجزء السابع من جوامع الكلم إنها الطبعة الأولى 2011 ميلادي صفحة ميتين أو ستة وسبعين وما بعدها يقول أحمد الإحساء والتثويب في الأذان وهو بدعة وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم إلى أن يقول وهنا موطن الشاهد وأما قول أشهد أن علي ولي الله محمد وآل محمد خير البرية في الأذان فلا يعمل عليه وليس من فصول الأذان وإن كان حقا هذا هو منطق الطوسيين الرجل طوسي في فقه وفتاوه طوسي إلى النخاع على المذهب الطوسي بل قال ابن بابويه إنه الصدوق الصدوق هو محمد ابن علي ابن بابويه القمي بل قال ابن بابويه إنه من موضوعات المفوضة إذن هذا كلام الإحساء وهو أدل دليل على عدم توفيق الرجل على فشله وعلى خذلانه وأما قول أشهد أن علي ولي الله محمد وآل محمد خير البرية في الأذان فلا يعمل عليه وليس من فصول الأذان وإن كان حقا حقا في مضمونه بل قال ابن بابويه إنه من موضوعات المفوضة عجيب هذا التوفيق وعجيب هذا الخذلان علامة واضحة من علامات خذلان هذا الرجل وعجيب أمر الشهادة الثالثة عجيب أمرها الجميع يتكالبون عليها الجميع يريدون القضاء عليها هناك أمر مهم أريد أن أشير إليه على الأقل من وجهة نظري إذا ما تصفحت التأريخ الفتوائي التأريخ الفقهية التأريخ الاستنباطية التأريخ العلمية قولوا ما شئتم لذكر الشهادة الثالثة إن كان في الأذان في الإقامة في التشهد الوسط والأخير من الصلوات الواجبة إذا أردت أن أسلط الضوء على هذه الجهة ماذا سأجد وأنا أتحدث عن الغيبة الكبرى أول مراجع زمان الغيبة الكبرى العماني ابن أبي عقيل العماني وابن الجنيد البغدادي هذان لم يتحدث عن الشهادة الثالثة مطلقة لا يوجد شيء عندنا نقل عنه فالمرجعية الشعية منذ بداية الغيبة الكبرى لم تتحدث إذا انتقلنا إلى الذين جاءوا من بعدهم الأسماء البارزة المفيد ومن بعد المفيد المرتضى أيضا المفيد والمرتضى لم يتحدث إطلاقا عن الشهادة الثالثة لا في الأذان ولا في الإقامة ولا في التشهد الوسط والأخير لا يوجد في كتب المفيد والمرتضى شيء بهذا الخصوص هناك مجموعة المسائل آل وهي مدينة تركية تبدل اسمها الآن كانت معروفة في الأزمنة القديمة مدينة ميا فارقين هناك من الشيعة كانوا يقطنون فيها وجهوا أسئلة إلى الشريف المرتضى فأجاب على أسئلتهم عرفت مجموعة الأسئلة هذه بالمسائل الميا فارقيات من جملة الأسئلة سألوه هل يجب أن نقول محمد وعلي خير البشر بعد قولنا حي على خير العمال هذا لا علاقة له بالشهادة الثالثة هذا أمر آخر لا يوجد شيء في كتب المرتضى على الإطلاق إلا ما جاء في مجموعة المسائل الميا فارقيات بهذا الشكل وأجابهم بجواب مضطرق حينما قرأت جوابه فإنني ما فهمت شيئا من كلامه لأن آخر كلامه يناقض أول كلامه ولذا لا أستطيع أن أقول ما هو جواب الشريف المرتضى في هذه المسألة ويلا علاقة لها بالشهادة الثالثة وإنما بقول محمد وعلي خير البشر أقدم نص عندنا يتحدث عن هذا الموضوع هو في كتاب الفقيه للشيخ الصدق المتوفى سنة ثلاثمية وواحد وثمانين للهجرة ومن بعده جاءنا الطوسي تحدث عن الموضوع في كتابه المبسوط وفي رسالته العملية النهاية الطوسي في سنة أربعمية وستين للهجرة حديثنا عن الصدق كل الذين يحاربون الشهادة الثالثة يحتجون بقول الصدق في كتابه الفقيه هذا هو الجزء الأول من فقيه من لا يحضره الفقيه للصدق المتوفى سنة ثلاثمية وواحد وثمانين للهجرة هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدس صفحة ميتين وتسعين وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هكذا جاء في الكتاب وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص من والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله مرتين ومنهم مروا بدل ذلك أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا مرتين أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا مرتين إنه الأذان الإلهي الذي قرأته عليكم من الكاف الشريف قبل قليل رواية سنان بن طريف عن إمامنا صادق من أن الله أمر مناديا فنادى الشهادة الثالثة هي هذه أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا ولا شك في أن علي ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمدا وآله صلوات الله عليهم خير البرية ولكن ليس ذلك في أصل الأذان وإنما ذكرت ذلك وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا هذا هو أقدم ما عندنا في كتبنا بشكل واضح هناك حرب على الشهادة الثالثة في كتاب الصدق بالنسبة لي بشكل رسمي وحتى فيما ألفته وما أقوله في برامج طيلة السنين الماضية فإنني أنقل كلام الصدوق هذا وأناقشه على أنه كلام الصدوق لكنني في هذه الحلقة أقول وهذا هو الذي يعتلج في قلبي هذا الكلام ما هو بكلام الصدق هذا كلام متسوس الذي دسه هو الذي عبث بالكتب من هو الذي عبث بالكتب الطوس ليس بالضرورة أن يكون الطوس بشخصه وإنما المذهب الطوس ولكن تحت إشرافه وبتخطيط منه تقولون ما هو دليلك على ذلك سأثير لكم أسئلة إنها أسئلة ذكية السؤال الأول الصدوق محدث ينقل الأحاديث هذه الأحاديث التي قال عنها من أنها أحاديث وضعتها المفوضة هذه الأحاديث التي أشار إليها إن لم يذكرها في كتاب الفقيه فإنني أجد له عذرا تقولون ما هو العذر العذر ما قاله في المقدمة ماذا قال في مقدمة الفقيه قال ولم أقصد فيه في هذا الكتاب قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووا بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة مشهورة بين شيعة أهل البيت عليها المعول وإليها المرجع مشهورة منذ زمان الأئمة وإن الأئمة أمرون بالرجوع إليها هذا هو الذي يقصد من المشهورة لا يقصد بالمشهورة ما هو مشهور بين الناس وإنما هي كتب مشهورة لأن الأئمة أمرون بالرجوع إليها فهي معروفة منذ زمان الأئمة فالصدوق هنا هكذا قال ولم أقصد فيه قصد المصنفين المصنفون الذين يجمعون كل المعطيات حتى لو أنهم لا يعتقدون بها أنا أتحدث عن المصنفين في علم الحديث لأن الصدوق محدث والكتاب كتاب حديث ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووا بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بين وبين ربي فالصدوق في هذا الكتاب لا يريد أن يثبت رواية لا يعتقد هو بصحتها إنني أجد له عذرا أن لا يثبت هذه الأحاديث وإنما تحدث عن مضمونها بشكل إجمالي في هذا الكتاب لكن ما هو عذره في بقية كتبه لماذا لا توجد هذه الأحاديث في بقية كتبه فهو قد قصد فيها قصد المصنفي أن جمع فيها الأحاديث حتى التي هو لا يعتقد بصحة مضمونها جمع الأحاديث التي وصلت يده إليها لماذا لم يذكر هذه الأحاديث في بقية كتبه فقد ذكر ما ذكر من أحاديث المخالفين وجمع ما جمع من كلام العربي ومن أخبار الجاهليين في كتبه لماذا لا توجد هذه الأحاديث في بقية كتبه قطعا هناك كتب للصدوق ما وصلت إلينا هناك كتاب كبير للصدوق والذي يغلب على ظن أن الطوسيين هم الذين أتلفوا كتاب عنوانه مدينة العلم من أهم كتب الصدوق ما وصل إلينا يغلب على ظن ومن القرائن أن الطوسيين هم الذين أتلفوا هذا الكتاب لما فيه من الأحاديث والروايات التي لا يريدونها أن تصل إلى الشيعة هذه نقطة نقطة فإن الأحاديث ليست موجودة في كتبه إما أصلاً أن الصدوق لم يروي هذه الأحاديث وإما أنها رفعت من كتبه فإذا رفعت من كتبه يعني أن العبث يمكن أن يكون في كل كتبه وفي هذا الكتاب أيضاً الكلام هكذا بدأ وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله قطعاً هو لا يقول عن نفسه هذا وفي وسط الكلام وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا هو الأذان الصحيح إلى آخر كلامه هذا يشعر بأن الكلام أضيف على الكتاب لماذا جاء هذا في وسط الكلام المزور كان غبياً لم يترك الكلام على رسله قد يقول قائل من أن الكتب القديمة يوجد فيها مثل هذا يوجد فيها مثل هذا إذا كان المؤلف قد قرأه على تلامذته فهم يكتبون ما يسمعون من أستاذهم وشيخهم ويضعون هذه الجملة في بدايات الفصول لكن الكلام هنا في وسط الموضوع وما عندنا من دليل أن الصدوق قرأ على تلامذته وهذه النسخة من نسخ تلامذته المزور المزور كان غبيا وليس غبيا إنها إشارة بقيت حتى يستطيع الذي يدقق ويحقق أن يكتشف الأمر هناك هناك عبث في الموضوع كل قد تقولون كيف الصدوق أورد صيغة واحدة للأذان والإقامة وهذا كلام ليس منطقيا لأن السنة يعرفون أن الإقامة غير الأذان وشعة كذلك لا شأن لنا بالسنة في ثقافتنا الشيعية الإقامة شيء والأذان شيء وإلا لماذا اختلف العنوان لماذا قيل للأذان أذانا وللإقامة إقامة فهناك أذان وهناك إقامة وهناك أحكام لكل واحد منهما وهناك اختلاف في الألفاظ الصدوق هنا جعل الإقامة والأذان بنفس الألفاظ وهذا غريب على شخص كالصدوق هذه أمور بديهية فإن الأذان شيء وإن الإقامة شيء آخر والدليل اختلاف العنوان فهل يخفى هذا على الصدوق وشيء آخر ولا بأس أي قال في صلاة الغداد في صلاة الفجر على أثري حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين للتقية لا بأس بذلك للتقية ولكن أي تقية بعد ذكري حي على خير العمل الصلاة خير من النوم وضعت بدلا من حي على خير العمل فكيف يجمع بين حي على خير العمل وبين الصلاة خير من النوم هذه أمور بديهية لا يمكن أن تخفى على الصدوق هناك عبث في الكتاب عبث واضح إذن القرينة الأولى أن الكتاب جعل الأذان والإقامة شيئا واحدا في الألفاظ والفصول والكلمات وهذا أمر مستغرب أن يكون من الصدوق وأن يخفى عليه ذلك لأن الأذان شيء والإقامة شيء آخر صحيح هو قد نقل رواية لكن الروايات تصح تحر تبدل تغير هناك أصول وثوابت عندنا القرينة الثانية أية تقية هذه أن نجمع بين التثويب المراد من التثويب الصلاة خير من النوم وبين قولنا حي على خير العمل فأية تقية هذه هكذا يقول ولا بأس أن يقال في صلاة الغداء في صلاة الصبح على أثر حي على خير العمال الصلاة خير من النوم مرتين للتقية فأية تقية فهل أن صدوق لا يعرف كيف تكون التقية هذا الكلام منطقي ثم يأتينا وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله وأورد ما أورد من الكلام هناك قضية أخرى تلفت النظر بشكل أكيد صفحة 319 التشهد يبدأ صفحة 318 التشهد في الصلوات الواجبة التشهد الطويل المفصل الذي ذكره الصدوق يخلو من الصلاة على محمد وآل محمد نعم ورد في الروايات من أن الشهادتين تكفيان لكنه تشهد بلسان التقية أما أن الصدوق هنا يورد تشهد مفصلا هذا التشهد المفصل يخلو من الصلاة على محمد وآل محمد هل هذا الكلام منطقي المخالفون كالشوافع يجبون الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة الصدوق يخفى عليه الأمر من أن الصلاة على محمد وآل محمد واجبة في التشهد الوسط والأخير كيف يثبت تشهد يخلو من الصلاة على محمد وآل محمد هذه أمور بديهية لا تحتاج إلى علم كبير أنا أقطع من أن الصدوق نقل الصيغة الموجودة في الفقه الرضوي والتي تشتمل على ذكر أمير المؤمنين لكن المحرفين الطوسيين حرفوها لأن الطوسي لم يشر إلى كلام الصدوق حينما تحدث عن الشهادة الثالثة لم يشر إلى كلامه لا من قريب ولا من بعيد تحدث عن روايات شاذة ولم يشر إلى ألفاظها ولم يذكر شيئا منها هذا هو الفقه الرضوي ماذا جاء في الفقه الرضوي هذه طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة صفحة 108 جاء في هذا التشهد أشهد أنك نعم الراب وأن محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم المولى ماذا جاء في تشهد الفقه الموجود بيننا وأشهد أن ربي نعم الراب وأن محمدا نعم الرسول أرسل وأن محمدا نعم الرسول أرسل وأشهد أن ما عن الرسول إلا البلاغ المبين كلام ركيك كلام ركيك وحذفت الصلوات على الأئمة اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسني والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طاها وياسين وبعد ذلك الصلاة على إمام كل زمان من أزمنة الشيعة حذفت هذه الصلاة ولذا فإن تشهد الفقيه يخلو من الصلاة أصلا فهل هذا كلام منطقي ولاحظوا أن المجلس لما وصل إليه الفقه الرضوي قارن فيما بينه وبين كتب الصدوق قال هذا الكلام في الجزء الأول من بحار الأنوار إنها طبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة الحادية بعد العاشرة يتحدث عن الكتب وكتاب فقه الرضا عليه السلام أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين طاب ثراه بعدما ورد إصفهان إلى أن يقول المجلس وأكثر عباراته أكثر عبارات هذا الكتاب الذي يعرف بالفقه الرضوي وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر ابن بابوي في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سنة هناك نصوص ترد في كتاب الفقيه من غير سنة هذه النصوص بنفسها موجودة هنا ويمكن للباحثين أن يتأكدوا من هذا الأمر نصوص في كتاب الفقيه الذي قال في مقدمته بأنه لا يثبت من الأحاديث إلا ما هو حجة فيما بينه وبين ربه هناك نصوص من دون سنة بالضبط كلماتها موجودة في هذا الكتاب في الفقه الرضوي هذا يعني أن الكتاب كان موجودا عند الصدوق وجعله من المصادر لكتابه هذا مثل ما قال من أنه نقل من الكتب المشهورة من كتب الأئمة وأكثر عباراته عبارات الفقه الرضوي موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر ابن بابوي في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سنة إلى آخر كلامه فهذا التشهد قد حذف منه ذكر علي وحذفت الصلوات ليس منطقيا أن صيغة تشهد من الصيغ الطويلة تخلو من الصلاة على محمد وآل محمد وبعد التشهد أضاف هذا الكلام ويتزيك في التشهد الشهادة هذا تبرير لحذف الصلاة من هذا التشهد المبسوط تشهد طويل تشهد طويل لا أجد وقتا لقراءته الذين يريدون أن يبحث عن الحقيقة بإمكانهم أن يعود إلى كتاب الفقيه إلى الجزء الأول صفحة 318 هذا التشهد يملأ صفحة كاملة جزء منه في صفحة 318 وأكثر صفحة 319 قد امتلأت بصيغة هذا التشهد كل شيء ذكر في هذا التشهد وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق كل شيء ذكر في هذا التشهد إلا الصلاة على محمد وآل محمد هل هذا منطقي هل هذا معقول أن الصدوقة يثبت صيغة للتشهد يذكر فيها كل شيء ولكن لا تذكر فيها الصلاة على محمد وآل محمد التي هي جوهر التشهد في الصلوات الواجبة لقد حرفوا الكتاب هذا الكتاب محرف حرفوه هذا هو الذي جاء في الفقه الرضوي أشهد أنك نعم الراب وأن محمد نعم الرسول وأن علي نعم المولى وأن الجنة حق والنار حق هنا قدموا وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأخروا وأشهد أن ربي نعم الراب وأن محمدا نعم الرسول أرسل وأشهد أن ما على الرسول إلا البلاغ المبين ويستمر بعد ذلك التسليم هناك قرائن أخرى في هذا الكتاب في بقية الأجزاء لكن ني لا أستطيع أن أتحدث عن كل التفاصيل في هذا الموضوع فهذا يحتاج إلى حلقات عديدة هذه القرائن وغيرها تشير إلى أن الصدوق بريء من هذا الكلام على الأقل علينا أن نضع هذا الكلام في أفق الإحتمال وأقوى من ذلك أقوى من ذلك ما هو تعالوا معي تعالوا معي نتتبع الكتب التي نقلت الحديث هذا الكلام الذي ذكره الصدوق لم ينقله عنه معاصر ابن أبي عقيل العماني ما نقل هذا الكلام بحسب المعطيات المتوفرة عندنا فابن أبي عقيل كان معاصرا للصدوق ابن الجنيد كان معاصرا للصدوق لم ينقل أي أحد من الاثنين شيئا من الذي ذكره الصدوق بخصوص الشهادة الثالثة ومن أن المفوضة هم الذين وضعوها لا شأن لنا بهذين الاثنين ابن قولوي كان معاصرا للصدوق ابن قولوي متى توفي سنة 368 الصدوق متى توفي سنة 381 ابن أبي زينب النعماني متى توفي سنة 362 للهجرة هؤلاء محدثون رجال حديثنا هؤلاء أبرز علماء الشيعة في تلك الفترة من الذين عاصروا الصدوق العماني ابن الجنيد ابن أبي زينب النعماني ابن قولوي وغيره وغيرهم لم ينقل محدث وعالم من علماء الشيعة شيئا من كلام الصدوق هذا في كتبه هؤلاء الذين عاصروا الأحاديث التي ذكرها لم يذكرها في كتبه الأخرى الكلام الذي جاء في كتابه هنا لم يكتبه بقلمه وإنما كتبه آخر وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله لم يكتبه هذا كلام ألحق بكتابه الذين جاءوا من بعد الصدوق المفيد ما هو محدث أيضا لم ينقل شيئا عن الصدوق في هذا الموضوع مع أنه اعترض كثيرا عن الصدوق وناقش عقائده ونقل عنه لم ينقل شيئا عن الصدوق لا ما هو بلسان الموافقة ولا ما هو بلسان المخالفة الشريف المرتضى أيضا لم ينقل شيئا عن الصدوق بهذا الخصوص لا بلسان الموافقة ولا بلسان المخالفة أساسا لم يتحدث المفيد عن الشهادة الثالثة وكذلك المرتضى لم يتحدث عن الشهادة الثالثة الطوسي 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 هو أول من أصدر الفتاوى ولم ينقل كلاما عن الصدوق بهذا الخصوص إنه إنه يريد أن يبعد نفسه عن التهمة فلم ينقل شيئا عن الصدوق ما بعد الطوسي لم ينقل شيئا عن الصدق الذين عاصروا الطوسي هناك مجموعة من علماء الشيعة عاصرت الطوسي وبعض كتبهم عندنا وآراؤهم نقلت إلينا أبو الصلاح الحلبي توفي سنة 447 للهجرة من علماء الشيعة المعروفين والموازين للطوس في وقته الشهادة الثالثة كانت موجودة في أيامه لأنه توفي في سنة 447 في السنة التي منعت فيها الشهادة الثالثة لم يشر لا باللسان الموافقة ولا باللسان المخالفة ولم يروي عن الصدوق شيئا في هذا كذلك حمزة ابن عبد العزيز الديلمي المتوفى سنة 448 للهجرة في السنة التي انتقل فيها الطوس إلى النجف ولا أدري لماذا ماتوا في هذه السنة العديد من علماء الشيعة ماتوا في السنة التي منعت فيها الشهادة الثالثة وفي السنة نفسها التي ذهب الطوس إلى النجف هذا يذكرني بالذين قتلوا في النجف وهم كلهم كانوا ينافرون السيستان ويعادونه ويعادونه محمد تقل خوئي وهو الأخطر على السيستان علي الغروي مرتضى البرجردي محمد الصدر هؤلاء كلهم كانوا يعادون السيستان قضي عليهم قتلوا جميعا وفي أوقات متقارب هؤلاء ماتوا في السنة نفسها التي بدأ الطوس يؤسس مذهبه الجلاب قتلوه على باب دكانه لم يكن في حاشية الطوس أبو الصلاح الحلب كان منافسا حمزة ابن عبد العزيز الديلمي كان في صف الطوس ابن البراج الطرابلس هذا بقي حيا وتوفي سنة 481 للهجرة لم ينقل شيئا عن الصدق وغيرهم وغيرهم أنا في بث مباشر أحتاج إلى وقت كي أتذكر الأسماء لأنني ما كنت مستعدا لذكر قائمة الأسماء هذه وإنما الحديث تفرع وتشعب فأردت أن أوضح الأمر بنحو أكثر هؤلاء لم يذكروا في كتبهم شيئا عن الصدق بهذا الخصوص ابن الطوسي أحفاد الطوسي لم ينقل عنهم شيئ بهذا الخصوص وأن كنا لا نملك شيئا من كتبهم أساسا هؤلاء جهال وسفلة وأغبياء وسخفاء وسفهاء كجدهم كأبيهم ويستمر الحال حتى عبد الجليل القزويني الذي أصدر فتوا في تحريم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة هذا كان في إيران وألف كتابا باللغة الفارسية عنوانه النقض أصدر فيه بشكل واضح فتوا بتحريم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لم يشر إلى ما قاله الصدوق ابن زهرة الحلب المتوفى سنة 585 لم ينقل شيئا عن الصدوق بهذا الخصوص محمد محمد ابن إدريس الحلي المتوفى سنة 598 للهجرة وابن حمزة أطوس لا علاقة له بالطوس ابن حمزة أطوس أن متوفى سنة 585 للهجرة هؤلاء كلهم لم ينقل شيئا عن الصدوق يحيى ابن سعيد الحلي حينما تحدث عن الشهادة الثالثة في كتابه الجامع لشراء نقل كلام الطوس وما نقل كلام الصدوق بينما كلام الصدوق أقوى من كلام الطوس فما نقل كلام الصدوق المحقق الحلي لم يتطرق إلى الذي ذكره الصدوق ولم يتطرق كذلك إلى ما قاله الطوس إلا في جهة حاشيته على النهاية وهو لم يعلق على هذا الموضوع له حاشية للمحقق الحلي على النهاية التي هي رسالة عملية للطوس العلامة العلامة الحلي أيضا العلامة الحلي تحدث عن الشهادة الثالثة في كتابين من كتبه في منتهى المطلب وفي تذكرة الفقهاء لكنه لم يشر إلى ما ذكره الصدوق نحن وصلنا إلى العلامة الحلي المحقق الحلي توفي سنة ستمية أو ستة وسبعين أما يحيى ابن سعيد توفي ما بعد سنة ستمية وثمانين العلامة الحلي توفي سنة سبعمية وستة وعشرين للهجرة فخر المحققين ولده توفي سنة سبعمية وواحد وسبعين للهجرة هو الآخر لم ينقل شيئا عن الصدوق هذا الكلام بقي موجودا في كتاب الصدق هل كان موجودا فعلا أم أنه كتب بعد ذلك أول عالم شيعي يذكر كلام الصدوق هذا هو الشهيد الأول الشهيد الأول ذكر كلام الصدوق أشار إليه بالإجمال في كتابه ذكرى الشيعة الشهيد الأول هو شمس الدين محمد ابن مك العامل والذي قتل سنة سبعمية وستة وثمانين للهجرة هذا أول عالم من علماء الشيعة بعد الصدوق الصدوق توفي سنة ثلاثمية وواحد وثمانين هل يُعقل من سنة ثلاثمية وواحد وثمانين وهو ألف الكتاب قطعا قبل وفاته ألف كتاب الفقيه في أواصط عمره هل يُعقل من ذلك التأريخ فلنحسب من تأريخ وفاته من سنة ثلاثمية وواحد وثمانين إلى سنة سبعمية وستة وثمانين تأريخ وفات الشهيد الأول هل يُعقل في هذه الفترة الزمانية لم يأتي عالم من علماء الشيعة كي ينقل كلام الصدوق هل كان موجودا أم أنهم يعرفون أنه مكذوب عليه لماذا لم ينقل كلام الصدوق بهذا الشأن وإنما أول من نقله هو الشهيد الأول وحتى من بعد الشهيد الأول لم أجد في كتب علماء الشيعة أثرا لكلام الصدوق مثلا في كتب المقداد السيوري من كبار علماء الشيعة ما بعد الشهيد الأول الذي يسمى بالفاضل المقداد لم أجد في كتبه شيئا مما يشير أنه نقل عن الصدوق أحمد ابن فهد الحلي ما نقل عن الصدوق شيئا في كتبه أحمد ابن فهد الحلي توفي سنة 841 للهجرة وجاء من بعدهم الذي يعرف بالمقدس الأردبيلي أحمد ابن محمد الأردبيلي هو من الذين رفضوا الشهادة الثالثة متوفى سنة 993 للهجرة لم ينقل شيئا عن الصدوق الذي نقل عن الصدوق هو الشهيد الثاني زين الدين ابن علي الشام العامل المقتول سنة 965 للهجرة أشار إلى كلام الصدوق في شرحه لللمعة وهو كتاب يدرس في حوزة النجة وفي حوزة قم الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية اللمعة الدمشقية رسالة عملية مجزة كتبها الشهيد الأول وشرحها الشهيد الثاني في شرحه لللمعة الدمشقية أشار إلى ما قاله الصدوق بالإجمال أليس غريبا هذا أن كلاما موجودا في كتاب من أهم كتبنا كتاب الفقيه من أهم كتبنا إنه أحد الكتب الأربعة وقت الحلقة صار طويلا ماذا أصنع لهذا الوقت مع أنني حاولت أن أوجز وحاولت أن أختصر الكلام وتركت الكثير من أسماء العلماء على أي حال من سنة 381 إلى سنة 786 إنها السنة التي قتل فيها الشهيد الأول محمد بن مك العامل لم ينقل أحد كلام الصدوق لماذا إما أنه لم يكن موجودا أو أنه كان موجودا ولكنهم يعرفون من أنه ليس صحيحا حكايتنا مرة 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 نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أسألكم الدعاء أسألكم الدعاء